ربنا بينادي علينا في زورة البقرة في بداية آيات الصيام يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ايه حقيقة الإيمان لأنه لما الأعراب قالوا آمنا قال لهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلامنا أنتوا مسلمين نمى مؤمنين دي لا لسه فيها نظر يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لسه الإيمان ما دخلش القلب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وخطب في الناس وقال يا معشرة يا معشرة من آمن بلسانه أنا مؤمن أنا مسلم يا معشرة من أسلم بلسانه في رواية أسلمه وفي رواية آمنة بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه لسه الإيمان ما دخلش قلبه لا تؤذوه المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله يبقى الكلام على الناس وإيذاء الناس وحد يعير الناس هذا منافي للإيمان ما تقولش إنه مؤمن مؤمن مين ده الصيام اللي احنا صايمينه في رمضان قال لك إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب اللي شانده لازم يتضبط فين سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم ده النبي عليه الصلاة والسلام شوف الحديث الرائع عشان تعرف حقيقة الإيمان فين فين حقيقة الإيمان انت أبقى مؤمن حق مؤمن صايم يعني حقيقة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه لازم القلب يستقيم ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه إذن الإيمان ضبط اللسان حلوة الجملة دي كده الإيمان ضبط اللسان الإيمان ضبط اللسان النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام من كان يؤمنوا بالله واليوم الآخري فليقول خيرا ما عندوش خيار تاني بقى أو أقول إيه تاني لما تقولش أو ليصمت يعني أنت ما عندكش خيار غير أنك تقول خير ما بيجي أقول بس كلمة لما تقولش يتقول خير يا تسكت هو ده الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام قبل واحد مرة من الصحابة قال له اسمه حارثة هو قال له كيف أصبحت يا حارثة خبرك النهاردة قال أصبحت مؤمنا حقا والحمد لله يا رسول الله فالنبي قال له مؤمن يعني تبقوا لنا مسلم قال يا حارثة إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك وما حقيقة قولك إيه تبتقول أنا مؤمن الأدلة أنك مؤمن إيه اللي بتعمله خلك تقول عن نفسك أنك مؤمن قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وقمت ليلي لله رب العالمين حارثة يا نهرب يضع الجمال بتاعه بيقول له أنا عرفت قيمة الدنيا ما تستهلش إن أنا أجتم حد ولا أغتاب حد ولا أعمل نميمة ولا أدايق حد ولا أقلل من شأن حد ولا أستهزئ بحد ولا أصخر من حد والله ما تستهل يعني فعمل حكتين اتنين جناحين مهمين جدا قال فأضمأت نهاري وقمت ليلي فبقى يصوم النهار ويقوم الليل وكأنه اللي بيصوم النهار وبيقوم الليل ده يعني بيحمي نفسه وربنا بيوفقه إنه ما بيتكلمش عن حد طيب كامل يا حارثة إيه حقيقة إيمانك تانية حارثة كده قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وقمت ليلي لله رب العالمين النتيجة إيه حارثة حسيت بحاجة قال يا رسول الله حتى وكأني رأيت عرش ربي بارزة يا قوة الله إيه اللي الراجل بقوله ده بقوله حتى أنا ما عملت كده بصوم النهار وبقوم الليل ما بيقزيش حد بكلمش عن حد بيغتبش حد حتى وكأني رأيت عرش ربي بارزة ورأيت أهل الجنة وهم في الجنة يتزاورون ورأيت أهل النار وهم في النار يعذبون سيدنا النبي قال له يا حارثة عرفت فالزم إيه توصلت هو ده الطريق يبقى الإيمان الحق زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه